بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي تاني حلقات المراجعة الخاصة بمادة الآفات الزراعية المقررة على جميع التخصصات احنا رجعنا لكم أسئلة متنوعة في الحلقة السابقة الأسئلة كانت بتشمل أسئلة صح وغلط وأسئلة اختر وأسئلة علل وأسئلة صحح في حالة الخطأ وأسئلة دايماً متوقعة أن هي يجي منها الامتحان في آخر العام بإذن الله أنتو لما ترجوا الحلقات من خلال شاشة برنامجنا في بيتنا مدرسة أو من خلال موقعنا على قناة اليوتيوب إن شاء الله المعلومات بالنسبة لكم هتبقى معلومات سابتة بإذن الله احنا هنحاول في حلقة اليوم إن احنا نستكمل الجزء التاني من مراجعة مادة الأفات الزراعية عايزكم تركيزوا معايا تدونوا كل الأسئلة اللي احنا هنطرحها مع بعض والإجابات النموذجية علشان أعزائي الطلبة والطلبات تحصلوا على أعلى الدرجات بإذن الله تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطلبات نبدأ حلقة اليوم وحناخد فيها المراجعة النهائية في مادة الأفات الزراعية الجزء التاني بإذن الله تعالوا بينا ونركز مع بعض علشان خاطر الأسئلة دي مهمة جدا 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 تعالوا بينا ناخد أول سؤال في حلقة اليوم السؤال بقول أذكر أصص نجاح المكافحة المتكاملة احنا خدنا المكافحة المتكاملة وقلت لكم أن اختصارها الـ IBM أو Integrated Best Management وقلنا أن هي تعرفها هي الاستخدام المتوازن لكل الطرق الزراعية والبيولوجية والكيموية التي تتوافق مع البيئة والمقبولة اجتماعيا والتي لها جدوة اقتصادية من أجل خفض أعداد الآفة دون مستوى لحد الاقتصاد الحرج أو دون مستوى الضرر الاقتصادي والمكافحة المتكاملة أو الـ IBM اللي هو الاختصار بتاعها علشان تنجح لازم فيه أصص نتبعها تعالوا نستعرضها مع بعض ونشوف أصص نجاح المكافحة المتكاملة أول حاجة في أصص النجاح من يجب أن تدرس الحشرات المراد مكافحتها وكذلك أعداءها الحيوية دراسة شاملة ومتعمقة من الضروري معرفة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة الذي يتحتم عنده استعمال المبيدات من الأفضل أن نستعمل المبيدات متخصصة بحيث تؤثر على البيئة على الآفة ولا تؤثر على الأعداء الحيوية علشان ما يحصلش خلل في نظرية التوازن الطبيعي نمر أربعة من الأفضل الاقتصار كلما أمكن عند استعمال المبيدات يجب أن تكون في صورة شرائح فقط من الحق لما ترك شرائح أخرى بدون معاملة بالتبادل معها لإتاحة الفرصة للأعداء الحيوية للتكاثر والقيام بدورها في الأجزاء الغير معاملة نمر خمسة حسن التوسع في استخدام الطعوم السامة والمبيدات الميكروبية ونعرفنا مميزات المبيدات الميكروبية في مكافحة الأفات حيث أنها لا تسبب ضرراً للأعداء الحيوية ستة يفضل التوسع في استعمال المبيدات الجهازية عن طريق معاملة التربة على حالة محببات تمتصها الجزور فتؤثر على الأفات ولا تضر الطفليات أو المفترسات السؤال اللي بعد كده أذكر مميزات المكافحة الميكروبية المكافحة الميكروبية زي ما أنتم عارفين بتعتمد على استخدام كائنات حية ممرضة في إحداث الضرر أو الحاق الضرر بالأفات الضرر أو امراضها أو حدوث مرضية أو وبالتالي بعد فترة بتموت الآفة ولا تحدث ضرر اقتصادي يبقى المكافحة الميكروبية بتعتمد على استخدام كائنات حية دقيقة في مكافحة الآفة أو تقريل ضررها طبعا هي لها مميزات كتيرة جدا هنستعرضهم مع بعض أو الميزة أن هي لازم تكون غير ممرضة أو غير ضرر بالإنسان أو الحيوان أو حتى النبات ولها درجة عالية من التخصص يمكن خلطها مع معظم المبيدات أربعة سهولة إنتاج معظم مسببات الأمراض الحشرية خمسة قابلة للتخزين ستة يقلل استخدامها بالتبادل مع المبيدات ظهور السلالات المقامة سبعة إمكانية اكسارها في البيئة واستمرار معيشتها فيها لفترة طويلة السؤال اللي بعد كده طبعا سؤال دايما نيجي في الامتحان ما هي شروط الواجب توفرها للنجاح عملية الراش ممكن يقولك لنجاح عملية التعفير طبعا أول حاجة فيه شروط نجاح عملية الراش الراش في الصباح الباكر الراش بالطريقة الصحيحة تجنب انسداد البشابير عدم ترك خطوط بدون راش خمسة استعمال الرشاشة الصالحة والسليمة ستة تجنب الراش عند هبوب الرياح أو ضد الرياح سبعة عدم إجراء الراش عند عطش النباتات لتفادي إحداث الضرر بالنبات المعامل السؤال اللي بعد كده ما هي مميزات استخدام مصاد الجاذبات الجنسية انتوا طبعا عارفين مصاد الجاذبات الجنسية بتعتمد على استخدام الفورمونات سواء كانت فورمونات جنسية أو فورمونات تجمع أو فورمونات اقتفال أثر الفورمونات دي احنا بنستخلصها من أحد الجنسين سواء كان زكرا أو أونسا وبنضعها في قطعة من المطاط وبتوضع داخل المصيدة وبيتم لسق القطعة على ورق مقوة مدهون بالغراء أو بالسام ويوضع في قاعة المصيدة حوض به ماء وعندما تدخل أحد الجنسين سواء كان الزكرا أو أن أونسا منجزبا لراحة الجنس الآخر وبالتالي يحدث خلل فيه النسبة الجنسية بين الزكور والإناس خارج المصيدة فتضع الإناس بيت غير مخصب وبالتالي لا يفقص ونكسر دورة الحياة تعالوا بقى نشوف مميزاتها مع بعض أول حاجة قلة استخدام المبيدات اتنين حماية الإنسان والحيوان من خطر والنبات أيضا من خطر التلوث حماية البيئة من التلوث أربعة عدم تكوين سلالات مقاومة خمسة حماية الأعداء الحيوية من خطر المبيدات السؤال اللي بعد كده بقولك أذكر فقط طرق حصر الآفات أنا عندي طرق فوق سطح الطربة وطرق تحت سطح الطربة الطرق اللي فوق سطح الطربة بتشمل طرق عامة وبتستخدم فيها المصايد المختلفة والطرق الخاصة بتعتمد على استخدام واحد شبكة الطل أخذ عينات وفحصها في الحقل أو فحصها في المعمل والطرق الأسفل سطح الطربة بتعتمد على أخذ عينات من الطربة على عمق تلاتة بوصة وبصورة عشوائية ثم يتم فحصها السؤال اللي بعد كده سؤال أكمل هنستعرضه مع بعض طبعا من أهم الزيوت القطرانية زيت نواط زيت القطران ويستخدم في مكافحة النغف والبرغش والنمل الأبيض وعدد أيديال زبابة الفكهة نواط هي من 8 ل 10 أجيال في السنة نمرة 2 بتعتبر سوسة الأرز حشرة نواط حشرة أولية لأنها تصيب الحبوب نواط تصيب الحبوب المخزونة السليمة بينما خنفساء الدقيق تعتبر حشرة نواط حشرة سنوية لأنها تصيب الحبوب والمصابة والمواد المطحونة نمرة 2 بتحدث يرقة دودة القصب الصغيرة تآكل حول نواط حول العقل طبعا ويتسبب ذلك في كسر الساق عند موضع الإصابة نمرة 3 بتفرز حشرة نواط بق القصب الدقيقي مادة عسلية تعوق تبلور السكر ولتقليل الإصابة بهذه الآفة تنقع العقل المعدل الزراعة في محلول من الكيروسين والصابون لمدة 5 دقائق نمرة 4 بينتشر في البيئة المصرية أربع أنواع من نطاطات الحشاش طبعا السؤال ده لما يجيلك في الامتحان ممكن يقولك أذكر أنواع أو أهم أنواع النطاطات التي تنتشر في البيئة المصرية أو ممكن يقولك أهم أنواع الجراد أهم أنواع الجراد يعني أنه لهم يكون بسرعة اللي هو الجراد الصحراوي والجراد المصري والجراد الروسي أو المستوطن طب النطاط النطاط ذو الجناح الأحمر نطاط الأرز نطات البرسيم ونطات البرسيم المتشابه سنقود بعد كده سؤال مهم جدا برضه في صورة أكمل درجة الحرارة والرطوبة والرياح تعتبر من عوامل المكافحة طبعاً من عوامل المكافحة الطبعية نمرة خمسة حشرة الحفار بتضع بيض بيفكس إلى حريات لأنه تطور ناقص وأهم أضرار حشرة الحفار لبادرات القطن أنها تتغزى على نقطة تتغزى طبعاً على الجزور وتسبب موت البادرات وغزاء الحفار الحيواني هو نقطة طبعاً هو بيتغزى على الدودة القردة وأيضاً بيتغزى على حريات الحفار في ظاهرة فريدة من نوعها بنقول عليها ظاهرة الافتراس الذاتي أو الكاناباليزم نمرة ستة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة بدودة ورق القطن نقطة 8% بينما في دودة اللوز القرنفولية 3% يعني إيه أولاد 8% ويعني إيه 3% 8% يعني أنا لو أخدت عينة مكونة من 100 نبات وتم عملية فحص لهذه العينة في حالة دودة ورق القطن وجدت بها 8 نباتات مصابة بالدودة في الحالة دي يبقى أنا عندي لازم أتدخل بالمكافحة لأن أنا معنى كده أن أنا وصلت للحد الاقتصادي الحرج للإصابة وفي ديدان اللوز القرنفولية 3% معناها أن أنا لو أخدت 100 نبات لقيت علوم 3% أو 3 نباتات مصابين يبقى أنا كده وصلت للحد الاقتصادي الحرج بس كان فيه شرط مهم جدا كنت قلت لكم عليه في الحلقة اللي احنا خدنا فيها تقدير نسبة الإصابة أن أنا لازم أخذ عينة ديدان اللوز من مناطق تبعد عن المنازل أو عن البيوت بمسافة تقدر بربع كيلو أو 250 متر نمرة سبعة من الطرق الحديثة المستخدمة في مكافحة الآفات البكتيريا الممرضة النماتودة الممرضة منظمات النمو وهرمونات الإنسليخ 8 حشرة باق القصب الدقيق من الحشرات نقط وحيدة العائل طبعا ويفيد في مكافحتها اتباع الدورة الزراعية من أهم مصادر الإصابة بدودة اللوز القلونفورية في الموسم التالي اللوز الجاف العالق بالأحطاب وبزور القطن التي لم تعامل بالهواء الساخن وخدناها كقانون في قونين المكافحة التشريعية والقطن الظهر الذي لم يتم حاله اتنين ترتب على استخدام نقط المبادات الحشرية طبعا حدوث خلل في نظرية التوازن الطبيعي بين الآفات وأعداءها الحيوية من أهم القواقع المنتشرة القواقع الصحراوي قواقع النخيل وقواقع البرسيم والقواقع الزجاجي سؤال برضو نمر أربعة من الأمراض الخطيرة التي تنقلها الحشرات للإنسان مرض حم الملاريا الذي تنقله انسى بعوضة الأنوفلس ومرض النوم الذي تنقله زبابة التس تسي نمر خمسة من الخطوات الأساسية للمكافحة المتكاملة طبعا خدناهم مع بعض اتباع الوسائل الوقائية التتبع والاستكشاف استخدام نظام التنبؤ والاستشعر عن بعد وتقييم أوضاع الآفة وتحديد وسائل المكافحة المختلفة من أنواع الزيوت المستخدمة كمبيدات حشرية طبعا عند الزيوت المعدنية البترولية الزيوت القطرانية الزيوت النباتية الطيارة والزيوت النباتية السابتة من أهم صور استخدام المبيدات المساحيق والمساحيق القابلة للإبتلال والمركزات القابلة للاستحلاب والمواعع والمعلقات المركزة والمحببات والآيروسولات والطعوم السامة والمدخنات نمرة ثلاثة يؤثر نوع الغذاء وكذلك نقط درجة الحرارة طبعا على نمو الحشرات وتكاثرها وكذلك على نقط على انتشارها نمرة أربعة درجة الحرارة نقط درجة الحرارة المسلة هي درجة الحرارة التي عندها تبلغ الحشرة أقصى نشاط لها وتضع الأنسى نقط أكبر عدد من البيض وتتمتع الحشرة فيها بأكبر نصيب من نقط من النمو نمرة خامسة يفيد الحرق باللهب في مكافحة نقط في المنازل طبعا يفيد في مكافحة بق الفراش تكون أغلب المواد نقط عبارة عن زيوت طيارة طبعا المواد الجاذبة بتكون كزيت الخردل وزيت الصنوبر والمواد الطردل زي ما قلت لكم يقول له أشهرهم زيت السترونيلا اتنين تقسم الأفات عامة إلى عدة أنواع هي نباتية وحشرية وحيوانية وتقسم الأفات الحشرية إلى ثلاثة أقسام على حسب عدد عوائلها اللي هي وحيدة العائل ومحدودة العوائل ومتعددة العوائل تلاتة تنقل حشرة نقط الفيروس المسبب لمرض تورد القمة في الموس طبعا ده من الموس أربع الأيروسولات عبارة عن عبوات مدغوطة تحتوي على كميات كبيرة كميات صغيرة من المبيد أو على خليط من المبيدات في غاز نقط في غاز خامل طبعا كيمويا وتحت ضغط معين نمرة خمسة بتتخلص حشرة نقط بمختلف أنواعها من المواد الكربويدراتية في صورة ندوة عسلية تتخلص حشرات المن بمختلف أنواعها من المواد الكربويدراتية الزائدة على صورة ندوة عسلية هنأخذ بقى أسئلة تعلل السؤال الأول بقول يجب اقتلاع نباتات البامية والتيل من جزورها بعد جمع المحصول هنقول حتى لا تعطي نموات جديدة تنمو عليها دودة اللوز الشوكية السؤال الثاني خلط كبريتات الألمونيوم الشابة الزفرة بنصف جرعة المبيد عند عمل الطعوم السمى للحفار والدودة القرضة اللي جابة طبعا لأنها تعمل كمادة قابضة للفكوك والأمعاء لمنع التغذية والقضاء على هاتين الآفتين نمرة ثلاثة وجود سقوب بالساق وموت القمة النامية في القصب وظهور اللون الأحمر طبعا عارفين انتوا كلكوا الإجابة دي لنتيجة للإصابة بالبكتيريا التي تنتقل عن طريق السقوب التي تسببها دودة القصب الكبيرة نمرة أربعة لا تشكل حشر الدودة القصب الصغيرة خطورة تذكر على نبات الزرة الآن في مصر الإجابة لأن هذه الآفة بتصيب الزرة النيلي الزرة النيلي طبعا بيتزرع قبل الزرة الصيفي بشدة ونظرا لأن الزرة في مصر أصبح محصول صيفي فهي لا تشكل خطورة وتتجه إلى إصابة الأرز في الوجه البحر نمرة خمسة يفضل استنبات بزور الأرز قبل الزراعة وذلك بترك التقاوي في الماء لمدة يومين قبل الزراعة الإجابة حتى تلسن ويقلل ذلك نسبة الإصابة بهاموش الأرز بنحو 37% نمرة ستة يجب حرق ودفن بقايا عيدان القمح الموجودة بالأرض بعد الحصاد لما يجيلك القمح هي على طول يبقى تربط بدماغك أنه ده ليه علاقة بدبور الحنطة المنشاري هنقوله للقضاء على دبور الحنطة المنشاري نمرة سابعة لا ينصح برش المبيدات الجهازية على محصول الفول على الرغم من فعالياتها في مكافحة ناخيرات أوراق الفول الإجابة لأن المبيدات بتقضي على الآفة وأعداءها الحيوية ولذلك يفضل عدم الرش لإعطاء الفرصة للطفائليات للقيام بدورها في المكافحة في سؤال بقى مهم جدا نقولك علل تعتبر سوسة الأرز أخطر من سوسة المخزن وأنا كنت عملتلكم مقارنة بالخصوص ده أول حاجة هنقوله لأن سوسة الأرز فيها مميزات بتختلف عن سوسة المخزن أول حاجة من المميزات سوسة الأرز بتستطيع الطيران وبذلك بتصيب المحاصيل في الحقل وفي المخزن اتنين تستطيع تسلق الأسطح النعمة كالزجاج تلاتة بتضع حوالي تلتمية إلى ربعمائة بيضة خلال دورة حياتها ودورة حياتها أيضا بتكون سريعة خمسة بتتحمل درجات الحرارة العالية لذلك بتنتشر في الوجه القبل نمرة تسعة بتعتبر خنافس الفول الصغيرة واللوبيا وخنفساء بوزور البرسيم أشد خطرا على البقوليات طبعا الإجابة معروفة لأن هذه الخنافس السلاسة لها القدرة على إصابة البقوليات في الحقل وإعادة إصابتها أيضا في المخزن نمرة عشرة إزالة أشجار الصنط والفتنة الموجودة بالقرب من مزارع التين طبعا لما يقولك الرمان يبع على طول دودة سمار الرمان أو أبو دقيق الرمان لأن قرون الصنط من العوائل المفضلة لدودة سمار الرمان وتتكاثر عليها وبذلك تكون مصدر للعدوى في العام التالي في سؤال مهم جدا يقولك أذكر اسم الآفة التي تسبب أعراض الإصابة الآتية يعني من خلال أعراض الإصابة اللي احنا هنقولها لك انت هتقول بس اسم الآفة اللي بتسبب الأعراض دي تعالوا نستعرضهم مع بعض ونركز مع بعض عزيزة طلبة وطلبات أول حاجة قرض سوق النباتات عند سطح التربة وسقوط البادرات لو قالك عند سطح التربة أو بالقرب من سطح التربة يبقى على طول الإجابة هي الدودة القاردة طب لو قالك أسفل سطح التربة يبقى على طول وسهولة اقتلاع النباتات يبقى على طول ده الإجابة الحفار مباشرة يبقى هنا الإجابة الدودة ليه القاردة نمرة اتنين تساقط الاوراق والبراعم الزهرية واللوز الاخضر للكطن مين اللي بيعمل كده يا ولاد بق ورق الكطن او بنقول له عليه البقة الخضراء تلاتة جفاف اللوز المصاب الصغير وطلف مصراع او مصراعين في اللوز الكبير يبقى دي دودة اللوز الكورنفولية اربعة كسر عيدان الدرة نتيجة حفر ودوران الحشرة حول الساقم مين اللي كانت بتعمل كده وقلنا فيه سؤال عالي اللي بيجي في الجزئية دي لماذا تسمى دودة القصب الصغيرة بالحشرة الدوارة الاجابة يبقى دي دودة القصب الصغيرة نمرة خمسة تتغذى على جزور القصب وسوق النبات والقمة النامية وتسبب موت النباتات الصغيرة لما يقول لك جزور القصب على طول يبقى ده الجعل الاسود او بنقول عليه الجعل زوء الظهر الجامد النقطة اللي بعد كده نمرة ستة تتغذى على جزور واوراق البرسيم على طول دي سوسة جزور البرسيم نمرة سبعة وجود بقع صمغية في الخوق والمشمش والتفاع يبقى على طول دي معروف زبابة الفاك نمرة تمانية عدم تلوين السمار الكبيرة في اشجار الموالح يبقى ده بق الموالح الدقيق تسعة تفحم الفريعات المصابة لاشجار المانجو اشهر حاجة كنا بناخدها في اشجار المانجو ايه اللي هو بق الهيبسكس الدقيق نمرة عشرة مشاهدة سكوب عند قاعدة السمرة مكان دخول اليراقات على طول مكان دخول اليراقات يبقى دي دودة البلح العمري واحنا خدنا في افات النخيل سوسة النخيل الحمراء قلنا دي اشهر حاجة فيه متركزه على المكافحة ودبور البلح الاحمر ودودة البلح العمري والحشرة الحمراء او الحشرة الرخوة يبقى الايجابة هنا دي دودة البلح العمري في سؤال بقى مهم بيجي لكم اللي هو ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ وانتو بتحبوا دايما امام العبارات الخطأة بتحبوا السؤال ده اول نقطة عندنا سمار برتقال مصاء بها مناطق يميل لونها الى اللون الاصمر نتيجة الاصابة بالحشرة القشرية السوداء يلا جابوا معايا قبل ما نظهر لكم الاجابة يبقى الاجابة صحيح نمرة اتنين يسهل مكافحة الافات كلما تعددت عوائلها طبعا الافات كلما عوائلها بتتعدد بيكون فيه صعوبة في المكافحة يبقى الاجابة خاطئة نمرة تلاتة دودة اللوز الكورنفولية بتدخل ياراقتها في طور الراحة او سكون طبعا دي اجابة صحيحة وهنا دي نالك قبل كده نمرة اربعة يصاب الانسان بمرض التيفوس عن طريق زبابة التسي تسي طبعا الاجابة خاطئة لانه ده عن طريق القمر نمرة اللي بعد كده من مظاهر الاصابة بيه النمل الابيض تحت سطح التربة وجود اكوام تراب بركانية الشكل بارتفاع عشر سنتي طبعا دي اجابة صحيحة نمرة اتنين بتسبب نماتودة تعقد الجزور تعقدات على جزور نباتات الخضر اسمها تعقد الجزور يبقى الاجابة تعقدات على جزور نباتات الخضر يبقى الاجابة هنا اجابة صحيحة نمرة ثلاثة بتتغذى زبابة البنجر على المحتويات الداخلية للنسيج الوسطي اللي احنا بنقول عليه نسيج الميزوفيل لاوراق النباتات يبقى دي اجابة صحيحة نمرة اربعة تعتبر الساقبات من الحشرات متعددة العوائل طبعا هي خطأ هي محدودة العوائل السؤال اللي بعد كده بقولك اذكر الطرق العامة لمكافحة الجراد الصحراء هناخد اول حاجة مكافحة البيض بيتم مكافحة الحشرة في طول البيض وذلك بحرس الارض جيدا وتعريض البيض للعوامل الجوية وفعل المفترسات كما يمكن جمع كتل البيض وحرقها نمرة اتنين مكافحة الحريات اول حاجة ان كافحة الحريات ازاي استعمال قزفات اللهب استعمال الطعوم السامة وهو مكون من احد المبادات زي مبيت تمرون او مرشال او هستسيون وبيخلط مع النخالة مع التقليب جيدا في وجود الماء وبينصر الطعم في الصباح الباكر في اماكن انتشار الحريات هناخد بعد كده الاعتماد على البواخر والطائرات وذلك بالابلاغ عن اماكن اصراب الجراد عند مشاهدتها المكافحة الحيوية استعمال الضفاضع والسعبين وفرس النبي وبعض انواع الاكاروسات التي تتغذى على الحريات والحشرات الكاملة كما يمكن استعمال البكتيريا والفطريات في اصابة الجراد بالامراض في سؤال برضو بيجي لنا عرف التطفل مع ذكر انواعه مع التمثيل التطفل هو معيشة حشرة او احد اطورها على حشرة اخرى او احد اطورها وتسمى الاولى بالطفيل والثانية بالعائل انواع التطفل اربعة زي ما انا مديكم اول حاجة تطفل على البيض بينقسم لقسمين تطفل داخلي وتطفل خارجي التطفل الداخلي المثالي اللي عندنا مثل حشرة الترايكو جراما بتتطفل داخليا على بيت ضودة ورق الكتر المثال التاني التطفل الخارجي زي حشرة الكليونيلا بتتطفل خارجيا على بيت ضودة اللوز الكورنفلية التطفل على اليرقات بينقسم ايضا لقسمين تطفل خارجي وداخلي الخارجي زي حشرة البامبيلا بتتطفل خارجيا على يرقات دودة اللوز الكورنفولية وتطفل الداخلي زي حشرة زبابة التاكينة الكبيرة على يرقات دودة ورق الكورن تطفل على العزارة المثال اللي عندي حشرة البراكي ميريا بتتطفل على عزراء أبو دقيق الكورنف وتطفل على الحشرة الكاملة زي حشرة الأفيلنس التي تتطفل على الحشرة الكاملة لمن التفاح الصوفي أو بقولوا عليه من التفاح الزغب في مقارنة بين عملية الراش والتعفير وأيهما نفضل بواجه عام عملية الراش بتعتبر أفضل من عملية التعفير للأسباب الآتية وأنا جاب لكم المقارنة معنا النتاج المتحصل عليها بتكون أفضل في الراش عن التعفير وقت الإجراء في الراش في أي وقت إنما في التعفير لازم ألتزم في إجراء العملية في الصباح الباكر لوجود النادى حتى يلتصق المبيض بالسطح المعامل التأثير الضار على العمال طبعا في الراش بيكون أقل وفي التعفير أكثر خطورة التكاليف بتكون أقل في الراش وفي التعفير أكثر تكلفة سهولة الإجراء والخلط في الراش بيكون أسهل بينما في التعفير بيكون في صعوبة في الإجراء في سؤال بعد كده يقولك أذكر مميزات وعيوب خلط المبيضات الغرض من الخلط مكافحة أكثر من حشرة أو من آفة في وقت واحد زيادة التأثير السام لمكونات المخلوط إمكانية منع أو تأخير المقاومة لمكونات المخلوط أو أحدهما أربعة توفير التكاليف ووقت المكافحة المميزات أول حاجة تزيد من كفاءة واقتصاديات عمليات المكافحة حيث تخلط البيروس ريدات المرتفعة السمن مع المنشطات نمرة اتنين بتزيد من مدى نشاط المبيضات الحشرية مثل استخدام الصيفين مع البروبونايل بوتوكسايد وغيرها من المنشطات لمكافحة قمل الجسم والزباب المنزلي بتعمل على تجديد نشاط المبيض ضد السلالة الحشرية المقاومة له عيوب الخلط طبعا أول عيب عندنا في الخلط يا أولاد استخدام مخاليط المبيضات ما بيحلش مشكلة المقاومة لا يحل مشكلة المقاومة إنما بيؤخر من ظهورها قليلا اتنين تكون سلالات من الحشرات مقاومة لأكثر من مبيض اربعة أو تلاتة للحفاظ على مجموعة البيروس ريدات المخلقة يوصى بعدم خلطها بأي مبيض آخر أو منظم للنمو حناخد بعد كده أذكر أعراض الإصابة بالحشرات التالية هناخد أول حشر عندنا اللي هي الحفار وأنا لسه مديكم فكرة عنها من شوية بيتغزى على جذور البادرات ويسبب موتها وهي في مكانها دون أن تسقط اتنين بيتغزى على الأجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة مثل الدرانات ويطلفها دودة البلح العامري اللي سأخنين لها عرض من أعراض الإصابة بتتغزى على السمار وهي موجودة على النخلة والسمار المتسقطة أيضا على الأرض مشاهدة سقوب عند قاعدة السمرة مكان دخول الياركات مشاهدة خيوط حريرية على التمور بيلتصق بها براز الحشرة بق الدقيقي الأسترالي طبعا أجزاء الفهم بتاعته ساقب مص بتمتص الحشرات الكاملة عصارة النبات مما يؤدي إلى إضعاف النبات وجفاف الأفرع وموتها من الكتن أول حاجة في المن احنا خدناها في أول حلقة خالص تتغزى الحريات والحشرات الكاملة وتمتص عصارة النبات مما يؤدي إلى أسفرار الأوراق وتجعودها ثم تجف وتسقط وتموت موت القمة النامية إفراز الندوة العسلية وتجمع الأتربة ونمو وفطريات العفن الأسود على الأوراق ونقل الأمراض الفيروسية دودة ورق الكتن الكبرى أول عرض من عرض الإصابة وجود الحشرة وأحد أطوارها على النبات المصاب مشاهدة سقوب على الأوراق وتآكل النسيج السفلي للورقة في حالة الإصابة الشديدة بتقضي اليرقات على النبات بأكمله أربعة إصابة البراعم الزهرية والأزهار والسمار وتحدث بها سقوب للحقول المصابة رائحة مميزة بتعرف من على بعض البكة الخضراء أو نطات الأوراق أول حاجة بنشاهد تساقط الأوراق والبراعم الزهرية واللوز الأخضر لسا إليها لكم من شوية أثنين بتنقل الأمراض الفيروسية والفطرية ثلاثة بتعمل على تساقط اللوز بعد العقد دودة اللوز الكورنفولية أول عرض من عرض الإصابة واحد جفاف وتساقط البراعم الزهرية اثنين مشاهدة نقط سوداء داخل الزهرة بتبع عبارة عن مخلفات اليرقة ثلاثة جفاف اللوز المصاب الصغير وتلف مصرع أو مصرعين من اللوز الكبير أربعة ضعف إنبات البذور المصابة خمسة مشاهدة سقب مستدير في قشرة اللوزة وبداخلها عفن أسود بق القصب الدقيقي أول حاجة بتنقل الحشر الفيروس المسبب لمرض مزايق القصب إفراز الندوة العسلية على العقد والساق وهي تعيق من عملية تبلور السكر في مصانع التكرير أبو دقيق الباكوليات بتتغذى على الحبوب الخضراء مما يسبب انخفاض في المحصول وخفض في الجودة فراش الحبوب ده طبعا آفة من آفات الحبوب والمواد المخزونة أول حاجة نقص الوزن وخفض نسبة الإنبات اتنين خفض القيمة الغذائية للحبوب تلاتة ارتفاع درجة حرارة الحبوب المصابة في سؤال دايما يجيلكم في الامتحان يقولك أذكر عيوب جهاز مولد الضباب الكبير أول عيب من عيوب الجهاز ده انتاج غازات الاحتراق اتنين صوته بيكون عالي جدا ويسبب الإزعاج ولازم أو لابد من تغيير العامل القائم على الجهاز كل تلات ساعات تلاتة بيستخدم لتوزيع المبادات السائلة فقط أربعة صعوبة مراقبة عملية الرش نظرا لأنه يستخدم إما في الصباح الباكر أو في المساء خمسة تلوث الزراعات المجاورة نتيجة هبوب بعض الرياح أثناء عملية الاستخدام في سؤال برضو بيجي لنا يقولك أذكر أو ما المقصود بالمواد المساعدة مع التمثيل المواد المساعدة ممكن يجي لك السؤال بالطريقة دي وممكن يجي لك السؤال في صورة مصطلح علمي أول حاجة هي مواد تضاف لمستحضرات المبادات فتعمل على حسن توزيعها أو تجانسها وتزيد من تأثيرها بتنقسم المواد المساعدة لعدة أنواع أول نوع منهم هناخدوا اللي هو المواد المبللة وناشرة وهي عبارة عن مواد بتزيد من درجة تبلل وانتشار المبيد على السطح المعامل مثل أنواع الصبون وجيلاتين والطين والدقيق اتنين المواد المستحلبة عبارة عن مواد بتعمل على تقليل الجذب السطحي بين الزيت والماء بحيث يصبح المستحلب الناتج ثابت لأطول مدة ممكنة والمثال اللي عندنا أنواع الصبون وجيلاتين والطين والدقيق المواد اللاصقة عبارة عن مواد بتعمل على زيادة التصاق من اسمها زيادة التصاق المتبقي من سائل الرش بالسطح المرشوش بحيث لا يفقد بماء المطر أو العامل الجوية المختلفة والمثال اللي عندي الزيت والغراء والصم المواد المعلقة مواد تضاف إلى مساحيق المبيدات القابلة للبلل فتساعد على بقائها معلقة بالماء لأطول فترة ممكنة والمثال اللي عندي الجيلاتين والغراء المواد الموازنة بس أديكم فكرة عن المواد الموازنة لأنها مهمة جدا في استعمال المبيدات كلمة مواد موازنة يعني مادة بتضاف للمبيد لتقليل ضرره على النبات مش على الآفة لا على النبات المرشوش لأنوا عارفين أنه النباتات كائنات حية بتتأثر بما يتأثر بأي كائن حي سواء كان كائن حي تابع المملكة الحيوانية أو كائن حي تابع المملكة النباتية طبعا علشان نقلل من الضرر اللي بيحدث نتيجة رش المبيدات السمع على النباتات فبنضيف مادة بنقول عليها المواد الموازنة تعالوا بقى نشوف التعريف بتاعها المواد الموازنة بتضاف للمبيدات لتقليل ضررها على النبات المواد المنشطة هي عبارة عن مواد ذات درجة سمية ضعيفة للحشرات عندما تضاف إلى مواد أخرى ضعيفة السمية فإن المستحضر الناتج بيكون ذو درجة سمية عالية السؤال برضو مهم جدا بيجي في الامتحان أذكر طرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء أول حاجة مكافحة زراعية وبتشمل حرق أشجار النخيل شديدة الإصابة بالكيروسين طبعا ده لما يكون عندي إصابة غير مرجو في عملية العلاج لها اتنين استخدام الطعوم السامة لجمع الحشرات ثم قتلها ثلاثة استخدام نباتات المصاد زي النخيل السكري وبعد الإصابة بتجمع وتحرك بما عليها من حشرات أربعة استخدام المصاد الضوئية أو المصاد الفرمونية وأنا أدتكم في حلقة أفاتي أشجار النخيل تفصيل كامل للمصاد الفرمونية خمسة تغطية وغلق جميع الفتحات الموجودة على جزع النخلة باستخدام القار أو الأسمنت أو الجبس لأن هذه الفتحات هي من الأماكن المفضلة لوضع البيض بالنسبة للسوسة ستة الالتزام من مسافات الزراعة المصابة بين أشجار النخيل بتكون حوالي بين النخلة والأخرى عشر متر سبعة القضاء على الحشاش وجميع مخلفات النخيل ومعالجتها بمبيد بمناسب قبل إجراء عملية الحرك المكافحة الحيوية استخدام المفترسات زي إبرة العجوز والبق المفترس أو استخدام المتطفلات في بعض أنواع المتطفلات بتطفل على سوسة النخيل الحمراء في مكافحة تانية بنقول على المكافحة الوقائية زي تعفير ورش النخيل اتنين الحقن في منطقة الإصابة بحوالي عشرة سنتي بمبيد حشري وبتغلق الفتحة بالأسمنت ثلاثة التدخين في حالة شدة الإصابة حيث يوضع أقراس من فوسفيد الألمونيوم اللي احنا بنونا عليه الفوسطوكسين داخل السقب ثم يتم غلقه بأليف أو القش وبيتم وضعه طبقة من الطين لمنع انتشار الغاز إلى الخارج المكافحة الكيميائية باستعمال أحد المبيدات الموسى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة زي المبيد اللي عندنا اسمه مبيد اندو خمسين في المية بمعدل تلتميت سنتي لكل فدان لكل ميت لتر السؤال اللي بعد كده بقولك أذكر فقط الأضرار التي تسببها الآفات للإنسان والحيوان أول ضرر عندنا اللي هو بتضر بصحة الإنسان وبتنقله مرض المالاريا التيفوس أمراض خطيرة ومرض الطعون الذي ينقله البعوض ومرض النوم الذي تنقله زبابة بتسمى زبابة التسيتيسي وده طبعا منتشرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية اتنين بتضايق الإنسان والحيوان مثل الزباب والبعوض ونغف جلد البكر تلاتة بتقوم بإقلال راحة الإنسان ومضايقته مثل البرغيس والقمل وحشرة البق اربعة بتسبب أضرار ونقص الدخل القومي لما تسببه من خسال المحاصيل مثل القوارد والطيور والأكروسات في سؤال بيجي بعد كده يقولك أذكر الصعوبات التي تعترض استيراد الحشرات المتطفلة والمفترسة أول حاجة من الصعوبات بتتطلب عملية الاستيراد الاعتماد على أفراد لهم درجة عالية من الخبرة الفنية اتنين بيلزم ادخال أكثر من حشرة متطفلة أو مفترسة للقضاء على الآفة الواحدة تلاتة لا تتحمل الحشرة المتطفلة أو المفترسة جميع الظروف البيئية طبعا أنت ممكن تستورد آفة من مناطق باردة أو مناطق في أوروبا مثلا وبيتجيبها عندنا هنا في جمهورية مصر العربية طبعا المناخ في المناطق الشمالية مختلف تماما عن المناخ في مصر أو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية فطبعا ممكن أنت تستورد وتروح تدفع فلوس أو مبالغ طائلة من المال وبعد كده بعد فترة تلاقي المفترسات والمتطفلات التي استوردتها بدأ عددها تقل لأنه غير متأقلمة مع العوامل الجوية للظروف المصرية نمرة أربعة بعض الحشرات المتطفلة أو المفترسة بتعتمد على عائل واحد في التغذية يعني العائل لو مش موجود الحشرة هتتعرض لجوع وبالتالي بتفقد حياة نمرة خمسة عندما يتم إدخال عدد من الطفيليات أو المفترسات فإنه يوجد تنافس مع بعضها البعض مما يقلل من تأثيرها نمرة ستة قد يتطفل على المفترسات والمتطفلات المستوردة متطفلات ومفترسات محلية يبقى المتطفلات المستوردة التي جبتها بمبالغ طائلة ممكن تتعرض للالتهام أو للتغذية من قبل المتطفلات والمفترسات المحلية سبعة قد يحدث تهجين بين الطفيل أو المفترس المستورد مع الأنواع الأخرى القريبة منه أو الأنواع المستوطنة في الجهة التي أدخل فيها طبعا لما يحصل عندي تزاوج من أفراد نقية أو بنقول عليها بيور من الأنواع المستوردة مع الأنواع المحلية فهتديني نسل أو تديني جيل من المتطفلات والمفترسات بيكون أقل في الكفاءة وأقل في الصفات التطفلية أو الصفات الافتراسية وبالتالي لا يؤثر على الآفة المراد مكافحتها السؤال اللي بعد كده بقولك عارف الافتراس طبعا إحنا قلنا تعريف التطفل فبالتالي هنقول لكم أيضا تعريف الافتراس مع ذكر أمثلة الافتراس عبارة عن مهاجمة حشرة أو أحد أطورها لحشرة أخرى أو أحد أطورها وتسمى الأولى بالمفترس والثانية بالبري أو الفريسة أمثلة للمفترسات أو المثال عندنا بيكون فيه عندي مفترسات في طور الحشرة الكاملة فقط والأمثلة اللي عندنا دبور البلح الأحمر والدبور الأصفر فيه النوع الثاني اللي هي مفترسات في طور اليرقة فقط والمثال اللي عندي أسد المن وزبابة السيرفس نوع الثالث مفترسات في طور اليرقة والحشرة الكاملة والمثال اللي عندي حشرة أبو العيد زو أحد عشر نقطة نوع الرابع مفترسات في طوري الحشرة الكاملة والحرية والمثال اللي عندي إبرة العجوز الكبيرة وفرس النبي زو البقعتين فيه سؤال بيجي في الامتحان يقول لك أكمل الجدول الآتي يجيب لك في الجدول اسم الحشرة وعايز منك عدد الأجيال نوع أجزاء الفم الطور الدار مثلا فاحنا جبنا لكم معظم الحشرات اللي مهمة في المنهج في صورة جدول هنستعرضوا مع بعض زي ما انتم شايفين أول حشرة عندنا اللي هي دودة ورق القطن عدد أجيالها كان في السنة سبع أجيال في السنة والطور الدار بتاعها الطور الدار اليرقة وردبة طبعا اسم الردبة حرشفية للأجنح التربس عدد أجياله سبع أجيال طبعا ده تربس الكطن عدد أجياله سبعتاشر جيل في السنة والطور الدار الحرية والحشرة الكاملة واسم الردبة الوحيد اللي تابع الردبة دي اللي هي ردبة هدبية الأجنح الحشرة اللي بعد كده اللي هي الدودة القارضة عدد أجيالها بيكون خمس أجيال في السنة والطور الدار اليرقة واسم الردبة بيكون ردبة حرشفية الأجنح زبابة الفاكهة عدد أجيالها من تمانية لعشر أجيال في السنة والطور الدار اليرقة والأنسة واسم الردبة زاد أجنحين الحشرة اللي بعد كده دودة اللوز الكورونفولية عدد الأجيال من أربعة لستة أجيال في السنة والطور الدار اللي عندي بيكون اليرقة واسم الردبة حرشفية الأجنح دودة سمار العنب عدد أجيالها طبعاً تعرفين أنه عدد أجيال دودة سمار العنب لازم يكون معروف لأنه من خلال أعراض الإصابة بنقول عدد الأجيال الجيل الأول بيحدث أضرار على البرامة الزهرية والسامرية الجيل الثاني بيحدث أضرار على السمار حديثة العقد والجيل الثالث والأخير بيحدث أضرار على السمار الناضجة الطور الدار طبعاً بيكون اليرقة واسم الردبة حرشفية الأجنح في سؤال مهم بيجي في الامتحان يقولك أذكر أو أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية يقولك إيه هو أي مادة كيموية أو مخلوط من أكثر من مادة تستخدم بواسطة الإنسان في مكافحة الأفات طبعاً أنتوا اللي هتجاوبوا أنا طبعاً قتلنا شرحاً الجزئية دي أي مادة كيموية أو مخلوط من أكثر من مادة كيموية تستخدم بواسطة الإنسان في مكافحة الأفات يبقى ده المهلك الحشري او المبيد الحشري اتنين مواد تضاف الى المساحيق القابلة للبلل فتساعد على بقاءها معلقة في الماء لاطول فترة ممكنة لسه احنا عيلينها من شوية يبقى ده المواد المعلقة نمرة ثلاثة عبارة عن شريحة من الورق المقوى المطلي من الجانبين بمادة ذاتة لون جزاب غالبا ما تكون صفراء متفسفرة بالاضافة لمادة لاثقة بيتم تثبتها بين الاغصان بحيث تقع عليها اشعة الشمس باستمرار لجذب زوابة الفاكهة وزوابة سمار الزيتون طبعا للمصاد البصرية النمرة اللي بعد كده عبارة عن كينات حية دقيقة مسببة للامراض تؤدي في النهاية الى موت الحشرات وقد يطلق عليها اسم المبادات الحية لسه واخدين مميزاتها من شوية دي المبادات المايكروبية نمرة اتنين مواد تستعمل للقضاء على الحشرات ذات أجزاء الفم القرد حيث تقوم الحشرات بقرض أجزاء النبات العائل وابتلعها بما عليها من هذه المواد فتؤثر على المعدة فتؤثر على المعدة مثل مركبات الزرنيخ طبعا دي السموم المعدية نمرة ثلاثة هو الاساس الذي بني على اساسه مدى الحاجة الى مكافحة آفات الماء طبعا ده حصر الآفات الحشرية او الحد الاقتصادي الحرج للاصابة مركبات تؤثر على الجهاز العصبي للحشرات وتتميز بقدرتها السريع على النفاذ خلال الأنسجة الليبودية التي تغلف العصاب مثل مركبات الكلور العضوية ومركبات الفوسفور العضوية طبعا دي السموم العصبية اتنين توزيع المستحضرات السائلة على السطح المراد علاجه على هيئة رزاز خفيف أو غزير بعد تطير الندى يبدأ طبعا عملية الرش تلاتة مواد تزيد من درجة تبلل المبيد على السطح المعامل مثل الصابون والدخيق والجيلاتين طبعا دي المواد المبللة والنشر بكده اعزائي الطلبة والطالبات نكون خدنا اسئلة متنوعة على منهج الافات الزراعية احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت الجزء الاول وخدنا النهاردة الجزء التاني من المراجعة وانا بطلب منكم اعزائي الطلبة والطلبات ان انتوا تذكروا بعد ما تراجعوا الحلقتين معنا في التلفزيون وايضا على قناة اليوتيوب تراجعوا ايضا الاسئلة على كل واحدة من ابواب الكتاب المدرسي وفي نهاية الكتاب في اسئلة مجاب عليها تذكرها وطبعا ان شاء الله الامتحان اللي حتتعرضوله بعد ايام قليلة حيكون في اسئلة متنوعة سواء كان اسئلة صح وخطأ او اسئلة اكتب المصطلح العلمي او من خلال اعراض الاصابة تذكر انت اسم الافة وفي اسئلة دايما بتيجي اللي هي اختر مما بين الاقواس او علل وانتوا طبعا في سؤال ده برضو بيجي في الامتحان دايما اللي هو بين اثر العمليات بين اثر العمليات الاغتية في مكافحة الافات كل الاسئلة المتنوعة دي احنا شرحناها لكم في المراجعة النهائية سواء كان في الجزء الاول او في الجزء التاني نتمنى لكم التوفيق في الامتحان وتحققوا كل طموحاتكم وتحققوا درجات عالية باذن الله بكده نكون اعزائي الطلبة والطلبات وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور واقل شلال على امل ان التقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة